من كنوز المشكلات اللي حضراتكم بعتنها في صورة سؤال حد كان قريب من ربنا سبحانه وتعالى وبعدين بعد بأفعال معينة ونفسه يرجع إلى الله هو بيقول إيه هي علاج أو إيه هو علاج الانتكاس الديني بعد الالتزام يمكن أنا ما بحبش كلمة انتكاس دي لأنها كلمة قاسية جدا بسوى واحد كان ليه حال مع الله وبعدين بعد عن ربنا سبحانه وتعالى أنا هقول لك برضو نقطتين أو تلاتة في الموضوع ده يعني لأول نقطة فكرية كده إن شاء الله بإذن الله تغير رؤيتك لنفسك دلوقتي وبعدين نقطتين أو تلاتة عمليين نقطة الفكرية أبو ألف مبروك أنت أصلا رجعت رجعت بهذه الرغبة لأن ربنا في القرآن بيقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدرك المنشرح للرجوع إلى الله أصلا ده معنى وشعور ونور الله خلق في قلبك فأنت رجعت ربنا بيقول من يهدي الله فهو المهتدي كن إنك إنت متألم عشان إنت بعيد عن ربنا ده معنى إن مرادك صار مراد الله يعني اللي نفسك فيه هو اللي ربنا بيحبه لأنك لما بتعمل الغلط أنت متألم لرجة أنت جبت رسالة وكتبتها وبعدتها لنا ده إنسان بيرمي نفسه على باب ربنا سبحانه وتعالى هذا الإلقاء إنما هو فعل الله فيك وهداية ربنا ليك عشان كده ربنا سبحانه وتعالى كان دايما يطم من الناس اللي بعد ونفسه يرجع يا ترى هلاقي ربنا راضي عني لو رجعتله فيقوله بالنص والآية دي كان سيدنا عبدالله بن مسعود بيحبه قوي قال تعالى في سورة النساء ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وكأن ربنا كما هو لا يتغير عليك قريب مجيب رحيم أنت اللي بعدت بعدت قوي لو رجعت وقلت له حقك علي هو كما هو يجد الله غفورا رحيما ويقوله في الآية التانية اللي برضو سيدنا عبدالله بن مسعود كان بيحبه في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمهما فعلت من ذنوب هي من أقبح وأكبر الكبائر الله رحمته وسعى وبيوعدك بإذن الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فمبروك الرجوع أصلا انت عارف انت حافظ الحديث بتاع إن الله يبسط يده بالنهار ليتوبى مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوبى مسيء النهار انت استجبت لبسط إيدي الله ليك بالرحمة والتوبة كنت بترجع بتكتب لنا السؤال دا ليلا أو نهارا انت بتكتبه الله بسط إيدي ليك وانت استجبت لهداية ربنا وبفكرك ربنا بيقول في القرآن على استجبته لتوبة التائبين ورجوع العائدين قال ثم تاب عليهم ليتوبوا هو الأول اللي نادى عليك وتاب عليك فانت رجعت بعد ما ربنا عمل كده في قلبك فألف مبروك ياللي بتقول إيه علاج الانتكاس والرجوع إلى الله انت أصلا رجعت بس واحدة واحدة بقى في الكام خطوة اللي جايين حاجة تانية حدد باب الوقوع اللي انت سمته الانتكاس وانت من أين تؤتى بتقع منين يعني فيه واحد مشكلته في الخمرة وبابها صحبة مش كويسة فيه واحد ذنبه في الإباحية وبابها سوشال ميديا بيش بيغض بصره مثلا عنها فيه واحد عنده مشكلة في القرش الحرام بابه المقارنة لما بيقارن يلاقي ناس عندها حاجات أكتر من اللي عنده بيسهل انه يمدي إيده للقرش الحرام فيه واحد مشكلته في القرش الحرام انه مسرف فبيضطر يمدي إيديه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني بخيل ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة فلما تبقعد متلام انك انت صرفت في ميوسك تطر تمدي إيدك للحرام فاخد بالك من المسألة دي حدد بالزبط انت بتقع منين وكما في التعبير من أين تأتي الانتكاسة وهنا الاقتراح التالت على حضرتك أول حاجة انت رجعت خلاص مبروك الحمد لله على السلامة اثنين حدد باب الوقوع والذنب تلاتة إدمان ودوام التوبة ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما التوبة على الله أي أن الله سبحانه وتعالى وعدنا ان التوبة دي علي عارف لما قولك خلاص المضاد علي وكأني بوعدك خلاص أكيد هخلصولك إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ما تأخرش التوبة خلي عندك عادات ناس في العلوم الحديثة يقولك العادة بتتبني لما توظب على حاجة باستمرار لمدة 40 يوم